الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط الطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزئة لأنه سهلا بك فضي شيخ حياكم الله وأهلا وسهلا مرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى لجميع التوفيق والسداد للمناف والعمل الصالح استمعينا في كل مكان لازال حديث شهر جزال أخيرا متصلا بأسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صالحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله ما بعد فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق وفي هذا اليوم أتحدث عن خلق من الأخلاق التي جاء بها الإسلام ألا وهو خلق الوقار والوقار معناه الرزانة ومعناه الهدو والسكون ومعناه الحشمة ومعناه الحلم وغير ذلك من الصفات الأخرى التي كلها تشير إلى أن هذا الخلق خلق الوقار خلق عظيم ولذلك الوقار من الأخلاق التي تشير إلى أن الوقور هذا قد تخلق بمجموعة عظيمة من الأخلاق مثل الحلم ومثل الصدق ومثل الحياء وغير ذلك مما ينتجه مثل هذا الخلق والتوقير معناه التعظيم مثل ما قال ما جاء في قول الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارة يعني تعظيم والوقار في واقع العمر هي صفة تكون في النفس تشير إلى السكون تشير إلى الثبات تشير إلى الرزانة تشير إلى العقل ولذلك هو التأني في التوجه نحو المطالب ومما ينتجه أو يشير إليه الوقار مثلا أن الوقور يمسك عن فضول الكلام الوقور يحترم أقواله كما يحترم أفعاله الوقور هو الذي يترك العبث والتصابي الوقور هو الذي يترك كثرة الإشارة والحركة فيستغني بما يدل على المقصود ولذلك الوقار هذا من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان وقورا صلى الله عليه وآله وسلم وربنا جل وعلا ذكر في صفات عباد الرحمن قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه يقول علماء التفسير هذه صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طوله فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياءا فقد كان سيد والذي آدم صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له وقد كره بعض السلف عفوا كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع حتى روي عن عمر أنه رأى شاب يمشي رويذا فقال ما بالك أنت مريض قال لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة وإنما المراد بالهونها هنا السكينة والوقار أيضا يقول جل وعلا وقصد في مشك وأضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أي ليكن في مشيتك قصد بين الإسراع والتأني وأما الإسراع فهو من الخيلة وأما التأني فهو أن يرى في نفسه الضعف تزهد وكلا الطرفين مذموم بل ليكن مشك بين السكينة والوقار هذا هو المقصود بمسألة الوقصد في مشك والمقصود أخواني وأخواتي هذه بعض الأدلة التي تشير إلى خلق الوقار أما أدلة السنة فلعلي إن شاء الله تناولها في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوتي ونترك المجال للإجابة على أسئلة الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات مرحب الله فيكم أخوة الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي تصالات أخ جلال تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حما для الله جلال تفضل الله حيك الله خير بسم الله ورحمة الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الظعل نشهد الله أننا أحبكم في الله جميعا حبك الله إزاك الله خير معنا دائما معنا الوقتك معنا يعني شعار فعلا ينطبق على زاعة الشارج وجزاكم الله خير الله يبارك فيك جزاك الله خير يا شيخ الدكتور أهلا وسهلا حياكم الله يا أخي الفاضل الله يبارك فيك عندي بس ثلاث أسئلة على عجالة نعم تفضلت يقول المولى عز وجل في سورة النحل الآية 74 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا ومن ثم يقول في الآية التي تليها مباشرة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية والآية التي تليها مباشرة وضرب الله مثلا رجلين أحدهم أبتم الآية يعني بس حبينا أن نعرف بس من نفس الصورة نتساءل لكي نفهم ونتدبب وكذلك المستمع الكريم يستفيد ونحن مصدقون بجميع ما جاء بكتابه لربنا القرآن الكريم وكذلك الصحيح من السنة النبوية المطهرة برجاء التوضيح حول هذه الآية إن شاء الله سؤال الثاني يعني في شخص وقع له ظلم كبير ولا يزال يعاني من هذا الظلم فيقوم يوميا بصلاة ركعتين أو ركعات صلاة الضحة فيعني يخص منهم ركعتين ويستعز بهم يعني من النشاطين الجن والإنس ومن هذا الظالم ويسميه في الصلاة يعني السؤال الثالث هل يجوز المسلم أن يعقد نيتين في صلاة النافلة مثال صلاة الضحة وسنة الشكر مثلا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير اختلال تسمع شاء الله الرد أبو أسامة تفضل السلام عليكم شخص حاب أبو أسامة تفضل الله يبرك بك تحياتنا الشيخ عزيز الله يحفظك عندي والله أربعة سئلة صراحة وما أطول إن شاء الله حتى أول سؤال هل على مؤخر الصداق ذكا وهل يعني أقدر يعني مثلا يعني متى يعطى للزوجة هذا هو ولد السؤال الثاني أطلب شخص مبلغ من المال استلمت من عنده رح أسدد شخص ثاني يطلبني فددت المبلغ فاللي بقى من عنده زايد ألف درهم فسألت الشخص اللي أطلبه سألته إنه هذا الألف طلع عندي ألف زايد قال لا أنا سلكتك كامل وسألت الشخص اللي سلمته إنه هذا أني مسلمك شي نقص ألف كان يقول لي لا أنت مسلمني كامل فبقى هذا الألف زايد عندي ما أعرف المن فما أعرف شنو شنو أسوي فيه السؤال الثالث كان حديث للرسول يعني الدين والقرض يعني بلس المبلغ لا 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 مقرض هو وأنا استلمت أنا أطلب شخص مبلغ من المال نعم فأعطاني أسدت واحد يطلبني فطلع عندي زيادة بالمبلغ ألف درهم فمن سألت اللي أعطاني المال سألت اللي أعطاني المال قلت لعندي زيادة ألف قال لي لا أنا مو من عندي لأنني أعرف فلوسي كم وسألت اللي أعطيته أنه يا بقى أنا مسلمك شي نقص ألف قال لي لا أنت مسلمني كامل فأريد هذه الألف الزيادة شو أعمل فيها إن شاء الله والسؤال الثالث فضلت الشيخ عندي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرم علي ثلاث الثوب الأحمر والقراءة عند الركوع وما أذكر الثالثة أو ما أذكر الثالثة بس أريد أنه أتأكد من صحة إن شاء الله إزاك الله خير ربو سامح إن شاء الله واضح الأسئلة تسمع إن شاء الله الرد أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيك الله محمد فضل ومن خلالكم الله يبارك فيكم محمد يحفظك أنا عندي سؤال فضل الشيخ أزاك الله خير أنا بصوم 12 وخميس فيك أول الحمد لله عليك كفارة يمين ثلاث يام نعم وهل أقدر صيام 25 مثلا عن الكفارة الصيام اليمين ثلاث يام ثلاث يام ولل لازم نصوم ثلاث يام كفارة يمين عليك الصيام كفارة يمين نعم وليس عندك التكثر بالمال بالنقد الطعام لا تستطيع أن تطعم نعم تريد أن تحسب الاثنين والخميس من الصيام الكفارة أنا بجارب مثلا الصيام الصيام يقضي عن الكفارة الصيام السهليات بزاك الله بزاك الله قال مخرق يجيب الفض الشيخ سؤال يقول أن الله عز وجل ذكر في القرآن في آية في سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال ويقول ذكر في آية أخرى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وفي آية أخرى ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم فيقول الفض الشيخ هل هناك تعارض بين الآيات الحمد لله بالنسبة لهذه الآيات التي أوردها الأخ السائل الفاضل لا تعارض بينها أما الآية الأولى وهي قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال المقصود بها التسوية بين الله وبين هذه المعبودات التي اتخذها المشركون آلهة من دون الله عز وجل ولذلك إذا تأمل القارئ السياق وجد بأن المقصود هنا حرمة ضرب الأمثال لله عز وجل من باب التسوية بينه وبين هذه الأصنام أو هذه المعبودات أما ما يتعلق بضرب الله تعالى المثل فالله جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن حتى أن بعض العلماء ذهب وأحصى الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن فوجد بأنها تزيد على أربعين ولذلك يقول جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس يقول جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون ويقول جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يقول جل وعلا ضرب الله مثلا ضرب الله مثل حياة الدنيا ولذلك الله عز وجل يضرب الأمثال والأمثال هي هذا من تيسير الله عز وجل من رحمته بخلق أن يقرب لهم الشيء ولذلك المثل هو تقريب الشيء المراد التنبيه عليه فمثلا الله عز وجل ضرب مثلا بالحياة الدنيا كماء كزرع الله عز وجل مثل هذه الأرض الحياة الدنيا مثل الأرض القاحلة التي ينزل الله عز وجل عليها المطر فتنبت ثم يصبح هشيما مصفرا تدروه الرياح هكذا واقع الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعني كأنه نبات يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يأتي الموت فيقصف العمر هذا الإنسان ويذهب هذا من باب التقريب ضرب الله عبدا مملوكا كذلك ولذلك ليس هناك تعارض بين ما أشار إليه في قول الله عز وجل فلا تضرب الله الأمثال وبين بقية الأمثال حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب المثل من العلماء من أحصى الأمثال التي جاءت في السنة النبوية فزالت على ألف حديث تقريبا باستقراء وقد يكون فيها ما لا يصح مثلا من جهة الإسناد سأكد الله خير أيضا يقول لشخص وقع عليه ظلم ويعاني إلى الآن من هذا الظلم فيصلي صلاة الضحى ويخص ركعتين بالاستعاذة من شياطين الأنس والجن ومن هذا الظالم ويسميه باسمه في الصلاة الحمد لله بالنسبة للمظلوم لا حرج في أن يدعو على من ظلمه لأن الله تعالى أذن بذلك فالله جل وعلا قال عن نوح ربي إني مغلوب فانتصر فانتصر الله له من القوم الكافرين كذلك يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيجوز للمظلوم أن يشتكي على الظالم يشتكي إلى الله ويشتكي إلى من بيده القدرة على منع الظالم وكفي يده عن الظلم كولي الأمر أو القاضي مثلا أو الجهة المختصة مثلا ولذلك الله تعالى قال قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن ثلاث دعوات مستجبات ومنها دعوة المظلوم فلذلك الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرم بين العباد فقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم نبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة لكن أنبه إلى قضية وهي أن المظلوم ينبغي بل يجب علي أن ينتبه في قضية الدعاء فقد يزيد المظلوم في الدعاء زيادة غير مشروعة ينقلب من كونه مظلوم إلى كونه ظالم وذلك كأن يدعو مثلا على أولاد هذا الظالم كان يقول الله أهلك أولاد أهلك والي طيب ما ذنب الأولاد ما ذنب الوالدين ما ذنب أسرته ما ذنب زوجته فلذلك الله عز وجل لما أمر بالمماثلة في العقوبة إنما أراد أن لا يتجاوز الإنسان القدر المشروع وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها فلذلك ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عائشة رضي الله عنها لما سرق سارق منها شيء زادت في الدعاء قال لا تسبخي عليه والمعنى أنك لا تزيدي في الدعاء عليه فيأخذ من حسناتك وقد تتعادل معصية قد تتعادل سيئاته بهذه المعصية مع الحسنات التي التي حصل عليه فليجوز الدعاء على الظالم لكن ينتبه المظلوم بحيث لا يتجاوز ولا يتخطى الحدود الشرعية في مسألة الدعاء على من ظلمه سيئة الله خير في الشيخ معنا أحمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا خير الله يمسيك بالنور تفضل الله يحفظك يا أحمد أي شيخ عزيز حبك بالله مرحبا حبك الله يا أخي أهلا وسهلا الله يبرك أنا صغل عندي صغل واحد أنا نعم صادف دخلت المسجد أصلي أجمع مغرب العشاء صليت مع جماعة صلاة المغرب في جماعة كان يصلي لما سلمت تلحق يوم كانوا يصلي صلاة المغرب أنا صليت ركعتين وصليت هل صلاة يصلي إن شاء الله سلام زاك الله خير الله أحفظك أخي أحمد ما شاء الله رد نجيب الشيخ سؤال لخ جلال يقول هل يجوز أن يصلي نافلة يجمع نيتين مثلا يقول أن يصلي صلاة الضحى وصلاة الشكر الحمد لله بالنسبة العبادة التي بالنسبة لعبادتين من جنس واحد إذا كانت إحداهم وليست مفعولة على جهة التبع والقضاء فيتداخلان يعني الأخ السائل بارك الله قال مثلا أنا أتوضى أريد أن أصلي الضحى فهل يمكن أنني أجمع بين النيتين بصلاة واحد الجواب نعم لأنهم يتداخلان وليست إحداهم مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء كما ضبط ذلك العلمة وأما قوله صلاة الشكر فما أدري ماذا يقصد بصلاة الشكر الذي أعرف أن هناك سجدة اسمها سجدة الشكر قال بها جماهير أهل العلم وهي ليست صلاة ويسجدها الإنسان على كل حال وهي إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة أما صلاة الشكر أنا ما أعرف شيء اسمه صلاة الشكر لكن قد يقصد الإنسان مثلا صلاة التوبة صلاة التوبة نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب فيسبق الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه إلا غفر الله له فلذلك وجب التنبيه على أن ليس هناك صلاة اسمها صلاة شكر وما عندنا صلاة اسمها صلاة حاجة إنما عندنا صلاة الاستخارة نبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل ويذكر ذكر الدعاء الاستخارة ذكر الخير فالشيخ أبو سامي يقول هل في مؤخر صداق زكاة ومتى يعطى للزوجة الحمد لله لا شك بأن المؤخر هذا دين في ذمة الزوج لزوجته لكن هل تجب فيه الزكاة من أهل العلم ذهب إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا على الزوجة ومن أهل العلم قال ليس فيه زكاة مطلقا حتى تقبضه الزوجة ومن أهل العلم فصل في هذا فقال إذا كان مضمون الرجوع ففيه الزكاة وإذا كان غير مضمون الرجوع فلا زكاة فيه جريا على قاعدة التعامل مع الدين التي يذكرها العلماء اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المؤخر ملكه غير مستقر ومعلوم عند أهل العلم بأن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك والمعنى بأن الزوج قد يفلس المرأة قد تخال على المهر هذا المتأخر المرأة قد تتنازل عن هذا المهر لأسباب مثلا كصلح بينهما فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا زكاة فيه لأن الملك ملك المرأة عليه غير مستقر فإذا قبضته زكته عن سنة واحد زكاة الأخير أيضا يقول أطلب شخص مبلغ من المال يقول استلمت عنه وستدت بالمبلغ كاملا لشخص آخر فيقول زادت ألف درهم فسألت الأول فقال أنا يعني عطيتك المبلغ كاملا من غير زيادة ويقول سألت الثاني فيقول أخذت المبلغ من غير نقصان يقول هذه الألف لا أعرف ماذا أعمل بها الحمد لله أولا الأخ الفاضل ينبغي أن تتأكد أنت مدام أن المقابل يقول لك لا هذه ليست لي فيعني لعلك تراجع حساباتك تنظر في محفظتك يعني تحرص قد يكون الخطأ من عندك الأمر الثاني إذا مثلا هذا المبلغ من تتعامل معه ذكر لك بأنه هذا المبلغ لا يعني لا يخصه ولا ولا هو وإنما استوفى استوفى المبلغ كاملا فأنت بالخيار إما أن تتصدق به أو أن تحتفظ به لأن الخطأ وارد من الجهتين وهناك أن الجهة أقوى بالنسبة للمقابل نعم ساكل الخير فنصيخ يقول نصحة حديث أو يقول هل ورد حديث حرم عليه ثلاث الثوب الأحمر والقراءة في الركوع الحمد لله بهذا اللفظ أنا لا أحفظ حديث في حدود علمي والطلاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم عليه الثوب الأحمر أو شيء ما أحفظ يعني بهذا النص بهذه الطريق المعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالركوع والسجود قال أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع علي المصلي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى هذا نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما لبس الثوب الأحمر فهو المزعفر والعلماء لهم يعني كلام في هذه المسألة فإذا كان الثوب الأحمر مخلوطا بغيره أو كان الأحمر حمره خفيفة وليست بقانية فإن هذا لا حرج فيه فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا أحمر خفيفا مخلوطا بغيره وأما الأحمر القاني الذي كدّم والذي لا يعني يشاركه في شيء من الصفات فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد زجر الصحابة عن لبس مثل هذا الثوب زكا الخير فانسيخ محمد يقول أن أتت نصوم الاثنين والخميس ويقول علي كفارة يمين صيام ثلاثة أيام فيقول هل اشترط في صيام كفارة اليمين أن تكون هذه ثلاثة أيام متتالية أو يجوز يقول أن نصوم الاثنين والخميس بنية كفارة اليمين الحمد لله أولا بالنسبة لكفارة اليمين الملعقدة أولا الإطعام قبل الصيام وأقول هذا لأن المعتاد عند غالب عوام المسلمين وغالب المسلمين أنهم يعني يذهبون إلى الصيام قبل الإطعام حتى أنك لا تسمع من الرجل وتسمع من المرأة إذا حلف رجل على آخر أو امرأة وأراد يعني أن يخالفه وقال لا تخليني أصوم ويقول هكذا يقول لا تخليني أصوم يعني صوم الكفار وهذا غلط لأن الكفار على الترتيب فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريروا رقابة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم والمعنى بأن هناك أشياء يخير فيها إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحريروا رقابة هذا يخير فيها إذا ما وجد الثلاثة هذه ما عنده قدرة مالية ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام فأنا أنبه الأخ السائل أسأله هل لا تملك المال لإطعام عشرة مساكين كم إطعام عشرة مساكين شيخ إسحاق 150-200 تقريب بهذا الحدود يعني يراجع الجمعية الخيرية يراجع الجمعية ويسألهم عن كفارة إطعام عشرة مساكين يجيبون إذا قال نعم أنا ما عندي قدرة ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام هل يشترط في الأيام الثلاثة التتابع قولان إلى أهل العلم الراجح بأنه لا يشترط لأن قراءة ثلاثة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في قراءة متتابعات وهذه شاذة قراءة هذه شاذة ولذلك يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس بهذه النية نية الكفارة بشرط أن يبيت النية من الليل يعني لا بد قبل الفجر أن يبيت النية لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في هذا أن كل صوم واجب لا بد من تقدم النية عليه من الليل قبل الفجر فإذا صام أيام متفرقة لا حرج معنا الأفضل التتابع ساكل أخير فض الشيخ وأحسن الله إليكم أنا فض الشيخ سؤال ورد تحت الهواء يقول ورد أنه في الصلاة يجلس المصلي بطريقة معينة وصفها معينة في جلسات الصلاة سواء التشهد بين السجدتين فيقول إذا كان الشخص عنده يقول رجل مسطحة ما يعرف بالأفلاد فوت فيقول يصب عليه أن يطبق هذه الجلسات ماذا عليه؟ الحمد لله القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة مع أن هذه الجلسة سنة وليست بفريغة ولذلك المصلي يأتي بالذي يستطيعه فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حسين أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه القاعدة تنسحب وتضطرد في جميع أحوال الصلاة لمن لا يستطيع فعل الشي ينتقل إلى بدله فإن لم يوجد له بدل سقط عنه ولله الحمد زاكرة الأخير فرص الشيخ وأحسن الله لكم وننتقل إلى رسالة نصية القصيرة يسهل أبرى الرقم 6688 يقول فرص الشيخ هل في الصلاة أو في كل ركعة نقرأ يقول سورة الفاتحة ويقول إذا كان في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة في جميع الصلوات فيقول في الجهرية متى نقرأ الفاتحة الحمد لله قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع وهذا الإجماع متكلم فيه لأن يوجد من أهل العلم من ذهب إلى أن الفاتحة لا تجب إنما يقرأ ما تيسر من القرآن منهم من قال باكتفاء قراءة الفاتحة في ركعة واحدة فقط وهذا لا شك بأنه مصادم ومخالف للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة بالنسبة للصلاة الجهرية المأموم هل يقرأ خلف الإمام أو لا قولان إلى أهل العلم والراجح أنه يقرأ إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة فقط دون بقية القراءة وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ خلف إلا بأم القرآن زاك الله خير نصيخ سوال لخ أحمد يقول أنه مسافر عن طريق البر يقول دخلت المسجد وردت يقول أن أجمع المغرب مع العشاء فيقول وجدت جماعة يصلون المغرب فيقول دخلت معهم بنية المغرب بعد أن يقول انتهيت من الصلاة وجدت جماعة أخرى يصلون المغرب دخلت معهم بنية العشاء يقول صليت معهم ركعتين ثم سلمت الحمد لله بالنسبة لما ذكرت من الحالة الأولى الصحيحة صليت معهم المغرب أما الحالة الثانية فخطأ كونك صليت معهم المغرب وبنية العشاء وجلست في الركعة الثانية ينظر فإذا كانوا مسافرين فلا حرج في ذلك وأما إذا كانوا غير مسافرين وإنما مقيمين كي يكون إمام مقيم فإن الواجب عليك أن تتم خلف المقيم بمعنى تصلي تصلي معهم فإذا سلم تقوم وتأتي بالركعة الرابعة ساكرة الخير فضل الشيخ نعبد الرسالة النصية القصيرة يقول المحكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة الحمد لله يجوز في حالة الاستسقاء وفي حالة الاستصحاء لما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدأ بياض إيبطيه لما استسقى ولما استصحى والمعنى استصحى طلب الصح لأن المطر استمر جمعة كامل يعني أسبوعا كاملا وأما في بقية الأحوال العادية هل يرفع يديه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه على المنبر في الدعاء العادي بل ثبت عن الصحابة إنكاروا هذا لما كان بعض أمراء بن أمية يرفع يديه فكان ينكرون على من يرفع يديه إنكارا شديدا ساكل أخير رفض الشيخ يقول إذا سلم الإمام في التشهد الأخير ولم أنتهي من الصلاة الإبراهيمية هل أسلم مع الإمام أو يقول أكمل التشهد وبعد ذلك أسلم الحمد لله القاعدة الشرعية أن المأموم يتابع الإمام وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولما جاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث لكن العلم استثنوا حالة واحدة وهي حالة السلام فإذا كان المأموم لم ينتهي من التحيات ولم ينتهي من الأدعية مثلا المذكورة خلف وراء التحيات قبل السلام قالوا له ذلك بالشرط أن لا يطيل الفصل يعني يبقى مثلا ثواني حتى ينتهي من التحيات وكذلك ينتهي من يعني الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام بعد التشهد أرك الله فيكم أحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن توصلكم معنا لتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان من الأخراج سيف الجبل تقبلوا تحيات محدثكم أسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته